نقطة مضيئة رابعة أخطر شيئين في الحياة بلحاظ ما أتحدث عنه ما يرتبط بطعام مائدة القمر وإلا فإن الأشياء الخطيرة في الحياة كثيرة لكنني مثلما عنونت هذه النقاط من أنها نقاط مضيئة على أطراف المائدة على أطراف مائدة القمر النقطة المضيئة الرابعة مثلما قلت لكم قبل قليل أخطر شيئين في الحياة بخصوص ما نتحدث عنه في هذه الحلقة وهما خطيران في كل الأحوال لكنني أتحدث بحدود موضوع هذه الحلقة الشيء الأول الإنسياق مع البرنامج الإبليسي ينساق الإنسان من دون أن يلتفت بأي وسيلة يتمكن الشيطان من شياطين الجن أو من شياطين الإنس أن يجعل أحدنا منساقا ضمن برنامجه شيء خطير هذا حينما ينساق الإنسان عاملا وخادما وعبدا وموظفا في البرنامج الشيطاني من دون أن يلتفت كيف ينساق الإنسان في هذا البرنامج من دون أن يلتفت إنه الجهل الجهل وأخطر ما في الجهل أن يجهل الإنسان أنه يجهل خصوصا الذين عبئت عقولهم وقلوبهم بالأفكار الجاهزة مشكلة كبيرة هذه مشكلة كبيرة هذه فكرة جاهزة من أن المرجع الأعلى في النجاف لا أتحدث عن شخص بعينه عن أي شخص يوصف بهذه الصفة يكون مقدسا هذه هذه الفكرة الجاهزة لا حقيقة لها فكرة جاهزة من أن التشيع لا بقاء له من دون حوزة النجاف أساسا حوزة النجاف هي حوزة شيعية حتى نصل إلى هذه النتيجة من أن التشيع لن يبقى إلا ببقاء حوزة النجاف نعم إذا كان الحديث عن التشيع السبروتي عن التشيع المرجع عن التشيع السستاني عن التشيع الطوسي نعم هذا التشيع مرهون ببقاء هذه الحوزة التي ما هي بشيعية أساسا حوزة النجاف صرطان خبيث إلى أبعد الحدود دمر التشيع لعلي وآل علي قطعا هناك من يسمعني الآن ويعدني كاذبا ويعدني عميلا ويعدني ماسونيا ويعدني مريضا نفسيا ويعدني أنني أستلم أموالا لأجل أن أقول هذا الكلام وأن 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 وهذا من الأفكار الجاهزة أيضا وهذا هو عين الجهل هناك الكثير من الأساتذة ومن حملة الشهادات العالية والعالية جدا أستمع إلى أحاديثهم في أمور العقيدة والدين كل الذي يتحدثون به خطأ في خطأ في خطأ ضلال في ضلال في ضلال وهم يتوقعون أن الذي يتحدثون به هو الهدى وأن الذي أتحدث به هو الضلال لماذا أفكار جاهزة ما عندهم من علم بأصل الأمر لو أنهم ذهبوا إلى برامجي واطلعوا عليها وذهبوا إلى المصادر وإلى الكتب التي أنقلوا منها ولو أنهم استمعوا إلى حديثي من دون أن يحكموا علي بالجهل أو بالعمالة أو بالخبث أو بالضلالة فإنهم سيصلون إلى الحقيقة والله ما قلت في هذه البرامج ما قلت إلا صدقا وما قلت إلا حقا وما ذكرت شيئا من دون دليل ومن دون وثيقة أتأكد من صدقها ومن حقيقتها حتى أضعها بين أيديكم الأفكار الجاهزة قاتلة والجهل قاتل وهذا هو الذي يجعل الإنسان منساقا في البرنامج الشيطاني ويبقى منساقا إلى أن يموت الخطر هنا لو أنه في محطة من محطات الطريق يقف متريثا كي يراجع أفكاره كي يراجع أصولها ومصادرها كي يطلع على الحقيقة لكان الأمر أهوان لكن الإنسان إذا انساق بجهله وهو يظن نفسه عالما وتشبع بالأفكار الجاهزة سيبقى منساقا إلى آخر لحظة من حياته وحينئذ سيموت على مسار الشيطان هذا وهذا هو الذي جرت عليه الشيعة منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجاة أصحاب العمائم البعض منهم يعرفون الحقيقة ولكن الدنيا والأموال والمناصب والسمعة والجاهة والطمع في أن يكون مراجع في يوم من الأيام كي يقدسوا كذبا وزورا وكي يصبحوا نوابا للحجة بن الحسان زورا وبطلانا لأجل كل هذا هم يستمرون في طريقهم لكن كثيرين من أصحاب العمائم لا علم لهم لا فقه لهم ينساقون بجهلهم وهم يجهلون أنهم يجهلون ويعبؤون بالأفكار الجاهزة التي لا أصل لها في الحلقات الماضية حدثتكم عن بطلان علم الرجال وسأعود إلى هذا الموضوع بطلان علم الرجال يعني بطلان المرجعية الشيعية يعني بطلان الحوزة النجفية يعني بطلان دين أصحاب العمائم لكنهم ينساقون في طريق الضلال سأعود إلى هذه النقطة لأن مراجع النجفي اتخذوا قرارا سريا اتخذوا قرارا سريا أن يغيروا علم الرجال بطريقة شيطانية جديدة أن يصنعوا علم رجال يختلف عن العلم السابق أن تكون مساحة القبول للأحاديث والروايات أكثر هذا منهج شيطاني آخر إذا كان المنهج الرجالي الشيطاني استمر ألف سنة حتى تبين بطلانه في البث المباشر وعبر الفضاء وعبر الأقمار الصناعية فهل سنحتاج إلى ألف من السنين الثانية كي يتبين بطلان هذا المنهج الشيطاني الجديد أنا أقول لهؤلاء المراجع ما هي مشكلتكم مشكلتكم أنا أنا لا قيمة لي لماذا تضللون الناس لماذا لا تعترفون بالحقيقة لماذا لا تتمسكون بدين محمد وآل محمد مشكلتكم ألا تصوبوا قولي كي لا يقال من أن كلامي تبين أنه هو الصحيح ومن أنكم مخطئون هي هذه المشكلة أنا لا قيمة لي لماذا لا تبحثون عن دينكم أنتم عن دين أنفسكم لماذا لا تبحثون عن دين الشيعة هؤلاء الذين يؤلهونكم عن هؤلاء الحمير الذين تركبون على ظهورهم هم يؤسسون الآن لمنهج رجالي شيطاني خذر وسأعود إلى هذه النقطة السبب الذي سيدفعني للحديث عن بطلان علم الرجال مرة أخرى ما يقوم به هؤلاء الشياطين من آيات الله العظمى هؤلاء السفلة من نواه بالشيطان وهذه وسيلة من وسائل الإنسياق في البرنامج الشيطاني عبر تجهيل طلاب الحوزة وعبر صناعة الأفكار الجاهزة التي تعبأ بها تلك الرؤوس التي تعمم بالعمائم الإبليسية العباسية هذه العمائم التي حينما تلبس أئمتنا يقولون عن العمائم التي يلبسها المراجع الآن لأن لأن عمائم أهل البيت لها هندسة لها تصميم آخر هذه العمائم عباسية إبليسية الذي يلبسها سيصاب بداء لا دواء له لو سألنا أهل البيت عن الداء الذي لا دواء له إنهم يجيبون بجواب يحدد لنا نوعين من الداء الداء الأول النصب العداء لمحمد وآل محمد الداء الثاني الحماقة وهو الجهل المركب أن تجهل أنك تجهل تعتقد أنك تعلم ولذا فإن الأئمة يوجهون نا أن لا نصاحب الأحمق لماذا لأن الأحمق يريد أن ينفعك فيضرك أحمق جاهل مركب وهذا هو حال مراجع النجاة وحال أصحاب العمائم في حوزة النجف منذ زمن الطوسي وإلى يومنا هذا أخطر شيئين كما قلت لكم بخصوص ما أتحدث عن هو هذا الإنسياق مع البرنامج الشيطاني عبر الجهل وعبر الأفكار الجاهزة هذا الشيء الأول الشيء الثاني أن يضيع الإنسان عمره في اللا شيء لا أريد أن أقول أن يضيع عمره في المعاصي في اللا شيء ضياع العمر في اللا شيء أما ضياع العمر في المعاصي فذلك أمر واضح سوءه فهل أنا بحاجة لأن أتحدث عن هذا الموضوع ضياع الوقت ضياع العمر في اللا شيء كل ثانية كل ثانية تمر على الإنسان من دون عقيدة سليمة خسارة لا تعوى أنا أقول لأولئك الذين تمر السنون عليهم وهم يعتقدون أن فلانا المأبون إمامه أن فلانا النجس إمامه أية خسارة أوقعوا أنفسهم فيها كل ثانية تمر على الإنسان وهو لا يعتقد العقيدة السليمة وبعبارة أخرى هو لا يعرف إمام زمانه فإنه يرتكس في جاهليته وجهله من بات ليلة إمامنا الصادق يقول والمصدر هذا أمهامي لا أجد وقتا كي أخرج الحديث من الكتاب وأقرأه عليكم المصدر هذا غيبة نعماني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من بات ليلة لا يعرف إمام زمانه فيها لا يعرف إمام زمانه من بات ليلة لا يعرف إمام زمانه فيها مات ميتة جاهليه من بات ليلة من مرت عليه ساعة من مرت عليه ثانية والذين والذين يعرفون إمام زمانهم معرفة إجمالية إذا مرت عليهم ثانية لا يكونون في مقام خدمة إمامهم يخسرون خسارة عظيمة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه والرواية مصدرها هذا الكتاب أيضا غيبة النعماني حينما سألوه عن القائم هل ولد فإن الإمام قال لا يتحدث عن زمانه عن عصره صلوات الله عليه وأردف ذلك أن قال ولو أدركته لخدمته أيام حياتي إنها أيام حياتي إمامنا الصادق الإمام استعمل تعبيرا دقيقا ولو أدركته لخدمته أيام حياتي في كل لحظة من لحظات حياته يعني حتى في نومه حتى حينما ينام فإن نومه في خدمة القائم صلوات الله عليه فالنوم جزء من الحياة ربما حين يقول الإنسان في أيام عمري قد يقصد منها النهارات التي يكون فيها الإنسان متيقظا ولكن حينما يكون الحديث عن الحياة فإن الحياة تجمع ما بين اليقظة والمنام ولو أدركته لخدمته أيام حياتي الثانية التي يستطيع الإنسان أن يخدم فيها إمام زمانه يحصل فيها ربحا عظيما والثانية التي تفوته وهو لا يخدم فيها إمام زمانه سيصاب بخسران لا مثيل له فأخطر شيئين في الحياة بخصوص ما أنا متحدث عن الشيء الأول الإنسياق مع البرنامج الشيطاني بسبب الجهل وخصوصا بسبب الجهل المركب وللأفكار الجاهزة مدخلية كبيرة في ذلك أما الشيء الثاني ضياع العمر ضياع وعقيدة سليمة وعملا وخدمة في التمهيد لمشروعه العظيم نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر